زي ما قالت صفحة كرييتف نقلت الموضوع بقى لناحية تانية كنا بنتكلم على الهاشتاكز المنتشرة والشالنجز اللي موجودة على السوشيل ميديا كرييتف يوم عشرين يناير قالت ايه؟ ندخل بقى على النو ميكوب تشالنج اللي انتشر بشكل كبير جدا على السوشيل ميديا خلال الكام يوم اللي فاتوا نو ميكوب تشالنج والسيدات يخرجنا بدون استخدام مساحق التجميل من غير ميكوب من غير مكياج يعني نقدر نقول ان من اشهر اللي شاركوا في التشالنج ده والتحدي ده كانت المغنية العالمية جاي لو جانيفر لوبايز اللي قالت على انستغرام والاكاون تحف فوست هاشتاج نوفيلتر فرايدي هاشتاج نوميكوب دي هاشتاج لوفمي از ايام حبني زي ما انا مع صورتها بدون مكياج كمان من المشاهير العرب اللي شاركوا في التحدي كانت الفنانة مايا دياب اللي صورها قلبت فعلا السوشل ميديا في العالم العربي كله عشان عملت فوتو ساشن نشرتها ليها واحدة من المجلات ومايا نشرت صورتها على تويتر وقالت مفيش فوتو شاوب مفيش فوتو شاوب مفيش فوتو شاوب مفيش فوتو شاوب على الصورة بتاعتها ده غير صورة تانية كمان نشرتها مايا دياب على انستجرام على الاكاونت الفريفايت بتاعها لنفس الفوتو ساشن من مصر بقى كان في الفنانة بشرة اللي شاركت في التحدي بصورة ليها على انستجرام وقالت نو ميكوب تشالنج ودي كانت صورة بشرة من غير الميكوب اللي حطتها كمان الفنانة مايا كساب نشر الصورة ليها من غير ميكوب وقالت احلى حد او احلى تحدي بحبه انها تطلع من غير ميكوب اما موقع اليوم السابع جريدة اليوم السابع عليها اكاونت على انستجرام فاستغل التشالنج ده وفرصة لنشر صور مجموعة من الفنانات اللي ظهروا قبل كده بدون ميكوب هند صبري صورتها من غير ميكوب مونة زكي صورتها من غير ميكوب غدا عادل يارا يسرى اللوزي وشيرين عبدالوهاب وانغام صور للموثلات والفنانات العرب ونجوة كرم طبعا بدون ميكوب للفنانات العرب والموثلات المصريات لسه كمان معنا صور غدا عبدالرازق من الضارة من غير ميكوب ومن الضارة كمان دي اخر صورة كانت لنشرتها جريدة اليوم السابع على الاكاونت تاحها على انستجرام لكن ردا على بعض الصور بقى لنشرها مشاهير اجانب واحيانا عرب وما كانتش نو ميكوب قوي في بقى بوست كده لأكاونت اسمه حنان عزة صاحبته حنان عزة قالت ايه معلومة تهمك النو ميكوب هو مش معناه انها مش حطة والستات هتفهم الكلام ده بس الخدعة هنا ان كل الشغل ده مش باين محتاجين شرح المواضيع دي بحكم شغلنا في التلفزيون والميديا واحتكاكنا بزميلاتنا اثناء استعدادهن للعمل فاقدر اقولكو شوية معلومات عن الحاجات الالفاظ العجيبة اللي احنا بنسمحها دي اللي ممكن نكون فاكرنا احنا كرجالة انها مش بتستخدم في الميكوب برايمر بتهيالي دي طبقة اللي بتتخط تحت على الوش عشان يعني ايه كريم كده او حاجة تتحطة عشان نقدر نحط عليه الميكوب عشان بس الجلد ما يتقزيش يا جماعة ركز شوية يا استاذ مرتك قاعدة جنبك لازم تجيب لها الحاجات دي فونديشن اللي هو بالعربي كده كريم الاساس والناس اللي ثقافتها فرانساوي فاندتا اللي بيتخط تحت الطبقة الاساسية اللي بيتخط عليها الميكوب ركز لعلك تستفيد كونسيلر يا استاذ الكونسيلر ده اللي بيتخط تحت العين عشان الهالات السودا ركز كونتورينغ خفيف لما تلاقي بنت عظمه شاه حلو ومرسوم لا مش خلقت ربنا ده كونتورينغ بيعمل كونتور كده عشان يبين الخد دي يبقى ملموم شوية العظمة دي تبان العظمة دي كده تبقى واخدة تفاصيل تفاصيل يا جدعة وباودر بيتخالي الباودر عارفينه تخيل كل التفاصيل دي وفي ناس تطلع تقولك نو ميكوب نقدر نقول ان احنا بقى سبقنا الاجانب في النو ميكوب تشالنج لان من شهر كده كان فيه هاشتاج زي النو ميكوب تشالنج بس مش في مصر ولا في كل الدول العربية لا كان في سوريا ابتدى في سوريا في الشام مجموعة اسمها الباحثون السوريون باسم خلي البدر يطلع شهر اطلقوا حاجة اسمها خلي البدر يطلع شهر للتحذير من مخاطر الاستخدام المفرط لمستحضرات التجميل على البشرة خلينا نتابع معاكو ونشوف الوي بدنا نأخذ خطوط بلنا مساعدتكم لحتى نشجع كل الصبايا يوقفوا النكيازة مدد شهر كامل شهر كامل كامل بتحدي تحت اسم نو ميكوب جينوري للتوعية بالمخاطر يلي ممكن تيجي بسبب استخدام المكياج ومع بداية السنة الجديدة باش تقعوا القرار التحدي خلال الشهر لانك حلوة كيف ما كنتي ولان نصحتك بتهمنا لانا اشتقنا للجمال الطبيعي فيك تكون من المشاركات بالحملة وتساعدين برفع التوعية ضد مخاطر المكياج وتشاركين تجربتك ونحن هنكون معكم كداعينين ومساهمين ومشاركين خلال هاد الشهر كله وانا 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 كمان وانا 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 وكتر غيري حنشارك وانت نو ميكوب شالنج وخلي البدر يطلع وزي ما قالت ورد صفاف خلي البدر يطلع شهر شهر بدون مكياج خلي جمالك الطبيعي يتنفس وتخطط الفريم بتاعتها على الصورة كمان اكاونت باسم فاردوس بقرة شاركت في الهاشتاج ونشرت صورتها بدون مكياج وقالت كتشجيع لحملة خلي البدر يطلع شهر شهر بدون مكياج التي اطلقتها مجموعة من الفتيات السوريات اكاونت كمان باسم زهراء خليل شاركت في الحملة وقالت مع انه انا مع هالحملة من سنين بس هلأ من شارك بلكي بيتغير الواقع شوي بيخف هالتلوس البصري اللي كل يوم عم نتعرض له حبي حالك متل ما انتي خلي البدر يطلع شهر وصورتها مع الفريم كمان لبناء رفعت حطت صورتها مع الفريم الخاص بالحملة وقالت خلي البدر يطلع شهر بنفس التعليق كمان اكاونت شارك باسم جريس ابو صالح خلي البدر يطلع وحطت الفريم بتاع الكمبين على السوشيل ميديا اما اكاونت باسم هالة طالب مصطفى فقالت مقطعة للميكوب لمدة شهر وحتى صورتها انا حس ان الرجالات دلوقتي عادين بيتفرجوا بيسألوا طب هو احنا الناس دي حطوا الحاجات الغريبة اللي تقلق اسمها من شوية للاربع حاجات دي الفوندوتاو ما نعرفش لا تسأل عن اشياء انتوب دلك ما حدش يعرف اما جوليا نوفل بقى فقالت المكياج بيقتل خاصة الانواع يلي بيجينا يعني الفيك بروديكتز المنتجات اللي بلغة المصريين مضروبة انتبهوا وحطت صورتها مع خلي البدر يطلع الفريم حملة الباحثون السوريون خلي البدر يطلع شهر بهدف التوعية لاخطار المكياج وتعزيز ثقافة الجمال الطبيعي كوني من المشاركات معنا هاشتاج خلي البدر يطلع دي جوليا نوفل كمان رانا قالت خلي البدر يطلع شهر هي حملة لمقاطعة الميكب لمدة شهر يمكن حتى نرجع شوي للطبيعة وان ما ضروري نكون دايما على المصطرة على سنجة عشرة يعني لازم نرجع نحب حالنا هيك رانا زوزو الحملة اللي اطلقتها بيجي الباحثون السوريون كانت اهتمت كمان بعرض منشورات عن ادوات التجميل الاثرية بداية استخدام المكياج طبعا كلنا عارفين يعني مين بلد ام الحضارة مين اللي ابتدت العلوم كلها مصر الحضارة بتاعتنا اللي ليها الاف السنين الفراعنة احنا من اوائل اوائل احنا اول ناس عملنا الميكب احنا كنا بنلون الحيطان والالوان لسه موجودة لغاية النهاردة مش هنعرف نحط شوية مكياج لا الفراعنة عملوا مكياج الفراعنة تسيادوا المجال ده بلا منافس بابين كل الحضارات احنا اللي ابتدينا ده فقالوا مثلا السوريون في البوست ده قالوا الوعاء المحدب الدائري والصورة زي ما حضرتكم شايفينها دائري الشكل ذو غطاء مسطح قابل للدوران وقاعدة الوعاء استوانية وقد رسمت دوائر على الحافة الخارجية لسطح الغطاء وعلى احد النتوئين المستخدمين للاغلاق هناك شكل بارز لقنفض رمز دورة الموت والبعث عند المصريين وهو جالس مقابل النتوء الآخر ونرى على الغطاء أيضا خرطوشا خرطوشا اللي هي الحاجة اللي بتكتب فيها الفراعنة اللي هي بتبقى مستطيلة وطويلة ونص دايرة من فوق يحمل اسم الملك رمسيس الثاني واسم زوجته الرئيسية الملكة نيفرتاري ويظن على الأغلب أن هذا الوعاء تم استخدامه لحفظ مستحضرات التجميل الارتفاع 3 سنطي القطر 5 سنطي الخامة من عاج فرس النهر وخشب الورد محل الصنع والتاريخ مصر المملكة الحديثة مرحلة حكم رمسيس الثاني بين 1279 قبل الميلاد لـ 1213 قبل الميلاد علبة يتحط فيها المايكوب وموجودة فين مكان حفظها؟ في مكحة في المتروبولتن المت للفنون في نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية اللي كنت قلت لحضراتكم عليه قبل كده للناس اللي ما شافتش ده ممكن تدور على الإنترنت المتروبولتن في معبد فرعوني جوه المتحف معبد كده حلو يعني جوه المتحف في صالة عرض تقدر تخش المعبد تلف تتفرج وتخرج ده غير الجناح المصري العظيم يعني جناح ضخم جدا فيه أثار مصرية بخمة بس في معبد هناك وشيء بشيء يسكر في بوس تاني اتكلموا برضو في الباحثون السوريون عن مراية مصريين برضو عملنا مرايات في فجر التاريخ صنع مقبض أو صنع مقبض مرآة من الخشب المغلف بورق الذهب ويمثل وجه المرأة ذات آذان البقرة الربة بات إضافة إلى أنه أحد شعارات الربة حتحور استخدام الفضة مع الذهب بدلا من البرونز والخشب يدل على أن ملكية المرآة تعود إلى الطبقة العليا ويرجح في هذه الحالة أنها تعود إلى إحدى زوجات الملك تحطمس الثالث الأجنبيات مش المصريات ويظهر أيضا نقش يحوي اسم الملك تحطمس الثالث في خرطوش على وجه المرأة مكان الصنع وتاريخه صعيد مصر المملكة الحديثة الدولة الحديثة فترة حكمة حطمس الثالث بين 1479 قبل الميلاد لـ 1425 قبل الميلاد الخامة كرصى المرأة من الفضة والمقبض من الخشب المغلف بالذهب الأبعاد 29 سنتي 30 سنتي يعني عرض المرأة 14 سنتي عمق المرأة 3 سنتي شايفين الحرف اليدوية عند المصريين كتعاملة إزاي؟ تخيلوا شايفين الصناعة في عصر الفراعنة تتواصل الفين؟ مكان الحفظ متحف المتروبوليتن للفنون في نيويورك الولايات المتحدة الأمريكية في بوستالت كمان الباحثون السوريون تكلموا عن معلقة خاصة بمستحضرات التجميل أيام الفراعنة وقالوا صنعت هذه الحاوية المطلية باللون الفيروزي المشرق على شكل فتاعة رياذة شعر أسود وتحمل حوضا مستطيلا في ذراعيها الممدودتين ويمكن للفتاة أن تحمل في نماذج مشابهة طيورة مائية أو نبتات أو نقوش تحوي أسماء الملوك المصريين على خرطيش برضو وقد فسرت هذه الملاعق بأنها أدوات تقصية مرتبطة بنوت نوت دي آلهة السماء عند الفراعنة أو بالآلهة حطحور كبرى آلهات مصر وهي آلهة السماء وسيدة النجوم وراعية أحوال النساء والأطفال آلهة الخير حطحور الارتفاع 16.3 سنطي الخامة إيشاني يعني صيني يعني خزف محل الصنع وتاريخه مصر أو السودان في المملكة الكوشية ما بين 1070 قبل الميلاد و664 قبل الميلاد مكان الحفظ أيضا متحف المتروبوليتن للفنون نيويورك الولايات المتحدة الأمريكية شايفين الأصار وعظمتها؟ شايفين مصر وعظمتها؟ من كام سنة الناس دلوقتي بتطور في الميكب وكل الانفلونسرز على السوشال ميديا يحطوا البراند الجديدة باسمهم سحنا اللي ابتدينا الميتو هي صناعة من ضمن الصناعات مهما كانت الرجالة تشوفها مش مهمة أو مهما كانت الستات تشوفها مهمة في الآخر هي صناعة بتجيب فلوس يعني بتتباع وليها مصانع وفي ناس أيدي عاملة بيشتغلوا فيها وليها أبحاث طبية وأبحاث علمية بتستخدم عشان تطلع منتج بيجيب فلوس للأثار المصرية